غادر رئيس الجمهورية السيد محمد والي الشيخ الغزوان نواكشوت زوال اليوم متوجها إلى مدينة تشيت للإشراف على انطلاق مهرجان مدائن التراث في دورته الحادية عشرة وأدعى رئيس الجمهورية بمطار نواكشوت الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد محمد والبلال مسعود والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية ووزراء العدر والدفاع والداخلية واللمركزية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وولي نواكشوت الغربية المساعدة ورئيسة جهة نواكشوت ويرافق رئيس الجمهورية وفد هامون يضم كل من السادة ملاول محمد رغرف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الداهو السيدي والأعمر وزير الشؤون الإسلامية والتعريم الأصري يحيى ولحمد الوقف وزير الزراعة محمد ول عبدالله عثمان وزير التنمية الحيوانية سيدي محمد ول الطالب عمر وزير المياه والصرف الصحي محمد ول سويدات وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لاليا كامرة وزيرة البيئة والتنمية المستديمة محمد علي ولسيدي محمد المندب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر فاطب التمنت المحفوظ والخطر مفوضة الأمن الغذائي اسماعيل والشيخ أحمد مدير ديوان رئيس الجمهورية سيدي والدومان مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية سيدي محمد والسيدي جعفر مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية سيدي محمد والغابر مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية عيشة داود جالو مستشارة برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة شكرا